هنتعرف على الفنانة فاتن حمامة من بدايتها وإزاي دخلت عالم الفن والتمثيل ومين السبب وأهم أعمالها ولماذا رفضت العالمية وزيجتها ومين الزوج اللي عشقها ومين الزوج اللي عشقته ومين هو الزوج اللي كان مظلوم ولدت الفنانة فاتن حمامة في 27 مايو 1933 في إحدى قرى محافظة الدقة أهلية في مصر والدها هو أحمد حمامة وكان يعمل مهظفا في وزارة التربية والتعليم المصرية كانت بداية فاتن حمامة في فيلم يوم سعيد لما كان المخرج محمد كريم بيدور على طفلة جسد دور أنيسة مع محمد عبد الوهاب فكان أبوها بعث صورة ليها لإحدى المجلات لمسابقة ملكات جمال الأطفال فازت فاتن باللقب وأصبحت ملكة جمال الأطفال المهم أن أبوها بعث الصورة ووقع اختيار محمد كريم عليها عملت فاتن الدور ونجحت كان الكلام ده سنة 1939 عمرها ما كانش يتعدى السبع سنين وسنة 46 انتقلت أسرة فاتن حمامة للقاهرة ودرست في المعهد العالي للتمثيل وقدمت أدوار رائعة وأصبحت نجمة الخمسينات والستينات وأوائل السبعينات تميزت فاتن حمامة بالعفوية والأداء البسيط دون أي تكلف شركت فاتن حمامة في حوالي 100 فيلم أبرزها دعاء الكروان والأستاذة فاطمة وملك الرحمة وبين الأطلال ونهر الحب وإمبراطورية ميم قدمت فاتن حمامة أعمال روائية لكبار الكتاب فقدمت في أواخر الخمسينات فيلم دعاء الكروان لطاه حسين وده يعتبر من أعظم الأدوار اللي قدمتها الفنانة فاتن حمامة في السينما ونالت عن الفيلم ده جايزة أعظم ممثلة في الشرق اختار النقاط حوالي 18 فيلم من أفلامها من ضمن 150 أحسن فيلم في تاريخ السينما المصرية فازت فاتن حمامة بميدالية الشرق من الرئيسين جمال عبد الناصر والرئيس أنوار السادات أما عن فيلم موعد مع الحياة اللي قدمت بطلته مشاركة مع الفنانة شدي سنة 53 أنه قد انبهر جدا بأداءها ولقبت من هنا بالسيدة الشاشة العربية تميزت فاتن حمامة بتنوعها في الأدوار من الفتاة الريفية للمدنية للثائرة في فيلم الباب المفتوح وكمان جسدت دور عاملة الترحيلة في فيلم الحرام والفتاة العاشقة في فيلم بين الأطلال والفتاة المتمردة كما في فيلم لتطفئ الشمس والفتاة الحقودة في فيلم لا أنام وكل دي أعمال روائية لأعظم الأدباء أما بقى عن رفضها للعالمية وسببه فكان حلمها منذ بدايتها أنها تكون فنانة عالمية ولكنها تراجعت عن الفكرة لأنها خافت تعمل أدوار خارج مصر ده غير خفها كمان أنها يتعرض عليها دور جريء فترفضه فخدتها من أصرها وقررت أنها تكمل مسيرتها الفنية في مصر فأصبحت عن قدرة سيدة الشاشة العربية ففاتن حمامة احترمت التقاليد الشرقية وقالت أنا فاطمة وعليا وزينب وأمال دول الأدوار اللي أتقنها لكن في الغرب مش هقدر أجسد أدوار لا تشبهني أما بقى عن زيجات فاتن حمامة فتزوجت ثلاث مرات الأولى من المخرج عز الدين ذو الفقار حيث جمعت بين الفنانة فاتن حمامة وعز الدين قصة حب أثناء عملهما في فيلم خلود وده الفيلم الوحيد اللي اشتركوا فيه مع بعض فتجوزوا سنة 48 بعد قصة حب كبيرة وبالمناسبة والدها كان رفض الزيجة دي لأن في فرق كبير جدا في السن ولكنهم اتجوزوا في السر في فيلا الفنان فؤاد الجزيرلي وبعدها أعلنوا وعاشوا مع بعض ست سنين وأنجبت فاتن بنتهم الوحيدة نادية ذو الفقار وأثناء زواجهم وأخرج لها عز الدين أنجح الأفلام وأبرزها زي موعد مع الحياة وموعد مع السعادة فقال عنها عز الدين إن جمال شخصيتها يطغى عن جمالها المحسوس ولو وضعت وسط ملكات جمال الكون هتجذب الاهتمام وحتخطف الأنظار لها لتغيان شخصيتها على الجميع ووصف موهبتها التمثيلية وقال إنها المعجزة التالتة في القرن العشرين بعد أم كلسوم وعبد الوهاب وملهاش منافس وتم الطلاق كما قال الفنان عز الدين إن ده بسبب إسناده دور البطولة في أحد أفلامه لبطلة تانية غير فاتن حمامة فالناس وقعوا بينهم وقالوا إنه هو مهتم بهذه الفنانة فحصلت الخلفات بينهم وقال زهب مات وهمته حبا وبقي الصداقة وهي الأطفل أما زيجة تانية للفنانة فاتن حمامة فهو الفنان عمر الشريف فقد جمع الحب بينهما في فيلم سراع في الوادي وكان عمر الشريف لسه وجه جديد فانجذبوا لبعض ولكن فاتن ما بينتش لأنها كانت متجوزة عز الدين زلفقار في ذلك الوقت حتى عمر كمان كان متحفظ بعض الشيء لنفس السبب ولكن بعد طلاق فاتن صرح عمر لها بحبه وعرض عليها الزواج فوافقت بعد إشهار إسلامه وتجوزوا سنة 55 لحد سنة 74 ولكن العلاقة بينهم انتهت بالطلاق لانشغال عمر الشريف بالعالمية لأنه أصبح فنان عالمي ده غير الأخبار اللي كانت بتجيلها عن علاقته بفنانات والتفاف المعجبات حواليه فده أصار غيرتها وأصبح هناك خلافات كبير بينهم والطلاق ويذكر أن فاتن أنجبت منه ابنهم الوحيد طارق عمر الشريف أما آخر زيجتها فكانت من الدكتور محمد عبد الوهاب وده كان سنة 1975 واستمرت هذه الزيجة 40 سنة لحد ما توفت ويعتبر محمد عبد الوهاب هو الزوج المظلوم إعلاميا لأنه أصلا محدش بيجيب سيرته مع فاتن حمامة خالص وده من الكلام بيكون على فاتن حمامة وعمر الشريف ولكنه الأكثر حظا لإستحوازه على قلب فاتن حمامة والاستمرار بجانبها ودل قالته صديقتها المقربة الفنانة سميرة عبد العزيز وتوفت الفنانة فاتن حمامة في 17 يناير 1915 عن عمر 83 سنة ولم يعرف سبب الوفاة وبعد وفاتها حزن جدا عمر الشريف وأهل وفاة أحمد رمزي قصر الدهري أما وفاة فاتن فأضت علي وأنا في محطتي الأخيرة من الحياة ترجمة نانسي قنقر